أقيمت فعالية يوم السلامة المرورية في حمص بحضور مجموعة صناع الجودة العرب وألقيت فيها محاضرات عن أهمية السلامة المرورية كما تم إقامة نشاطات اجتماعية توعوية هادفة فعالية يوم السلامة المرورية التي أقيمت بحضور صناع الجودة العرب ألقيت فيها محاضرات عن أهمية السلامة المرورية وضرورة إقامة نشاطات اجتماعية توعوية هادفة فيما يخص السلامة المرورية وذلك تزامنا مع يوم الجودة العالمي نحن مهم كتير نوعي السائقي لتضروري التعاون مع فريق شرطة المرور الموجود بكافة الطرقات العامة والطرقات داخل المحافظة أو المدينة هذا الشيء يؤدي نحن نتكاتف مع بعضنا البعض لنعمل سلام مروري كويسي اليوم الندوي حم تكون عن تعريف بالسلام الطرقي والوعي المروري الجمهورية بشكل عام نحن نوعي الناس كيف نتفادى الحوادث نحن نقيم هذه الفعالية هي التعريف عن المواصف 39001 الخاصة بإدارة السلام المروري في سوريا لتطبيقها في هذا البلد لنصل عن طريق تطبيق هذه المواصف إلى مصافي الدول المتقدمين والحد من الحوادث المروري الندوة هي لتعزيز الفهم والرؤية وتسليط الضوء حول حوادث المرورية ورفع الجودة لدى المهتمين بهذه المؤسسة لرفع أداء ومستوى الفهم العميق لقانون السير وتحصيل وعي كامل وشامل لدى مستخدمي الطريق والسائقين المركبات أثناء استخدامها على الطرق للتخفيف بالمحصلة من حوادث السير من كبه المستخدمي الطريق لتقييد بقواعد مرور إلى عدة نقاط أولا السرعة الزائدة قد تؤدي إلى حوادث الطرقات بحاجة إلى صيانة المطبات اللي عم نشوفها بحاجة إلى عزالة إضافة إلى أننا دائما الحادث له تكاليف مادي بشري معنوي ركزت الورشة على عدة نقاط أهمها تسليط الضوء على الحوادث المرورية وتكثيف هذه الندوات لتوعية المواطنين بهدف التخفيف من حوادث السير من مدينة حمص عبير علي السورية